طيب فيه نقطة تانية فيه اشتباك في دور الحكومة ودور الناس وهي الرقابة على الأسوأ أنا متبني فكرة أنه فعلا فيه جشع عند تجار كتير جدا والجشع ده لابد أن يتوقف والجشع ده عشان يتوقف لابد من الحكومة تقوم بدور أكبر الصحفيين في المؤتمر الصحفي بعد وزير التنوين ما خلص كلامه فالصحفيين بدأوا يوجهوا أسئلة لرئيس الوزر كان أهم سؤال بالنسبالي اللي رئيس الوزراء جاب عليه اللي هو أنتوا هتعملوا إيه في الأسوأ والرقابة على الأسوأ وضوح كامل وضوح كامل يعني وضوح كامل هو السؤال لرئيس الوزراء أنتوا إيه الوضع في الأسوأ بتعملوا إيه رئيس الوزراء تكلم بشكل واضح جدا فقال إحنا بندخل في هذا الملف اللي هو أنت بتلاقي فيه تجار سواء أن هم بيغلوا السلع تغلوا الأسعار أو أنه هو بيخبي السلع فالسلع تشح في السوق فسعرها يزيد أكتر والممارسات اللي حضراتكم عارفينها يعني كل الناس نار نار الأسعار ونار السلع يعني وصل الله طيب فقال لك احنا كدولة ولأن في سوق حر فأنا لما بتدخل لازم اتدخل بميزان مده تدخل محسوب ومحسوب ليه لأن انت لما الدولة تيجي تتدخل بعنف شديد جدا يقول لك الدولة عاوزة ايه تنهب وعايزة تاخد وعايزة تصادر الحاجات من الناس وما هنتوا عارفين حساسية الموقف ايه انه ممكن يقول لك ايه الدولة فين ما بتدخلش فلما تيجي تتدخل يقول لك لا الدولة بتدخل بعنف فهو بيقول لك ان احنا بنتدخل بحساب بميزان من ده وضرب مثل احنا عشناه وهو ايه لما لجأ ليه التسعير بتاع الرز اللي هو السايب والمعبق ده هو قال الرز بكذا اختفى الرز تفكرين حضراتكم فيه كذا يوم كده كان فيه ازمة في الرز فهما الحكومة دخلت وقالت سعر كيلو الرز في السوق يبقى بكذا اللي هو ايه تسعير جابري عشان فيه ازمة اختفى التجار قالك ايه ما عندناش ما فيش تضربه على ايده طيب هو لما ييجي بقى هنا يبقى عامل ممارسة ممارسة غير سليمة وغير سوية لازم الحكومة تتدخل وانا هنا بقى مختلف مع رئيس الوزراء تتدخل بعنف لانه في النهاية انت فيه اجواء ازمة مش فيه اجواء استقرار اجواء استقرار اقولك ماشي لكن في الازمة لابد من قواعد وقرارات استثنائية الحكومة تقوم به وده كلام ما ينفعش يبقى فيه زار يعني الناس الناس عشان تضبط الاسواء هو قالك انا بوجه المواطنين ان هم يكونوا اكثر فعليه لو لقيت تاجر بيعنده ممارسات غير سليمة بلغ عنه ده كلام رئيس الوزراء بشكل مباشر بيقول للناس لقيت ممارسة غير سليمة من تاجر من التجار بلغ عنه وده كلام مظبوط جدا لكن جنب ده جنب ده انا اه عايزين مواطن ايجابي بينفعل ايجابيا بالموضوع لما يلاقي حاجة زي كده يبلغ لكن هو المواطن ممكن يستسلم هو لك هدع دماغي وابلغ وعمل مشكلة والتاجر دا ايده طيلة بعد شوية يبهدلني يعرف ان انا مبلغ عنه ولا مش عارف ايه يعني فيؤسر السلام يؤسر السلام هو اتطبل على دماغه لكن الحكومة انا شايف انه جهاز حماية المسالك مشتغل كل الاجهزة الرقابية والاجهزة المعنية بضبط السوق لابد ان تعمل خلال هذه الفترة وبقوة شديدة جدا وبلا تردد واي حد يعمل ممارسة غير سليمة يعاقب وبشكل علني عشان يبقى عبرة للناس اخلي بالكو لما حصلت مشكلة البيت مشكلة البيت وطلع جهاز اللي هو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عندنا جهاز كده اسمه كده جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وطلع بيان هذا الجهاز وقال ان فيه اربع سمصرة من البيت عندهم ممارسات احتكارية هم اللي غالوا سعر البيت وحولناهم للنيابة العامة والنيابة العامة تبشر التحقيق مش كده اتحلت اتحلت ساعتها فيه اه لا اسباب تانية ممكن يبقى في ارتفاع لكن اتحلت ساعتها طب انت محتاج بقى ضربات واضحة زي دي يوصل للتجار دول انه اي حد هيعتدي على الناس واستغل ظروف الناس ويعني يكسب من وراء معاناة الناس هيتحكم نايم العام يجيبهم على طول انما احنا هنقعد نقول كلام وما يبقاش ليه ظل على الواقع وعلى على الارض ما هو فيه مخالفات فيه مخالفات داخلية مثلا بتجي تعمل تقرير بيقوموا بدورهم بضبط هزي المخالفات طب بعد الضبط فين انا كمواطن اشوف انه تاجر استغل الظرف ده وخزن بضاعة وهو بتحاكم ما شوفوش ليه لا احنا لازم الحكاية دي لو هنا بقى ايه اقول الحكومة لا انتوا غلطانين في الحتة دي الحتة دي لازم ليبقى فيه شدة ولازم تبقى فيه حدة وحسم فيه التعامل معه بالاضافة ان انا كمواطن لقيت واحد بيغل السعر ما بلغ عنه امتعملش معاه وابلغ عنه على طوال فيبقى الناس تدير حياتها بهذا الشكل لانه هزي الازمة اللي احنا موجودين فيها يتم توفير السلع الاساسية باعلى كفاءة اه فيه محاولة للحفاظ على استقرار الاسعار اه برضو طيب الدور بقى علينا اللي واند ايه مش بتشاهيلها للناس اه انا بتشاهيلها للتجار الجاشعين وبشاهيلها لسلبية الناس اللي هو يقولك انا مواطن انا ماليش علاقة يعني مواطن ما هو انت مواطن في دولة فيها ازمة لابد ان تساهم في حل هزي الازمة بشكل اساسي ليه لانه فيه ابواق ناعقة بتستغل الظرف اللي انت فيه عشان تلعب في دماغك اشتركوا في القناة